موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبارية مفصلة من قناة السعودية البداية بالعناوين سمو ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء مملكة تايلاند بمناسبة تعيينها نائب أمير منطقة مكة المكرمة يكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم غدا الأربعاء ووزارة الصحة تحتفل بجائزة وعي في موسمها السادس موسيقى 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 كما يدعم الجهات الحكومية بسهولة الربط التقني وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيد بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية أكثر من 315 خدمة يقدمها تطبيق توكلنا للمستفيدين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 32 مليون مستفيد ويقدم خدماته بسبع لغات في أكثر من 77 دولة كما يعزز التطبيق من الخصوصية والشفافية لكونه يحظى بموثوقية عالية تطبق فيه أفضل المعايير العالمية في إجراءات الحماية والأمن السيبراني باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة من خلال التسبب عمدا بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي ووجهت النيابة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاما حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم برنامج جسور أحد برامج مبادرة صمماء في السعودية الهادف إلى تعزيز التعاون بين المبدعين المحليين والشركات الرائدة والعملاء الباحثين عن تصاميم فريدة ومبتكرة يعمل البرنامج على ربط المصممين بشركاء التجاريين مهتمين بالابتكار مما يتيح للمصممين فرصة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات ملموسة كجزء من جهود الهيئة لدعم المواهب المحلية في مجال التصميم الصناعي وتصميم المنتجات اعتمدت وزارة الصحة 14 الشهادة احترافية مهنية مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تهدف البرامج المعتمدة إلى تطوير الكوادر الصحية في المملكة وتعزيز جودة الخدمات الصحية من خلال توفير مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية حيث تشمل الانعاش القلبي الرئوي والرعاية الحارجة والإصابات إضافة للأسعافات الأولية يشهد قطاع زراعة البن في المملكة تقدما ملحوظا ورعاية بالغة تمثلت في دعم المزارعين ورواد الأعمال وكذلك عشاق القهوة وفي هذا الإطار أطلقت أكاديمية الشركة السعودية للقهوة برنامج تدريبي أفضل الممارسات الزراعية في منطقة عسير امتدادا لجهود دعم قطاع زراعة البن في المملكة كشفت أكاديمية الشركة السعودية للقهوة النقاب عن برنامج تدريبي أفضل الممارسات الزراعية في منطقة عسير البرنامج يهدف لتزويد المزارعين ورواد الأعمال وعشاق القهوة بالمهارات المتقدمة اللازمة لزراعة البن وتجفيفه بإشراف خبراء دوليين في المجال ستة أيام يتضمنها ورش عمل نظرية وتطبيقية في البرنامج تغطي جوانب شاملة بدءا من إدارة مشاتل البن مرورا بإعداد الحقول والإشراف على أشجار الظن وانتهاءا بتقنيات التسميد العصرية برنامج تدريبي سيقدم تجربة تعليمية فريدة تسم في رفع مستوى الوعي الزراعي وتبادل الخبرات بين المشاركين عسير هي المحطة الثالثة لبرامج الأكاديمية بعد نجاح برامج جازان التي استفاد منها أكثر من أربعمائة مزارع ومستفيدون آخرون من نفس العدد في الباحة تسعى الأكاديمية عبر برنامج أفضل الممارسات الزراعية إلى تعزيز مكانة المناطق الجنوبية من المملكة إذ تعد زراعة البن تقليدا متوارثا يعكس العمق الثقافي والتراثي للمملكة تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة تيل ريال بحلول نهاية شهر ديسمبر للعام الماضي بنمو بلغ 29% مقارنة بنهاية 22% بلغ متوسط إجمال عائد المساهمين على أساس سنوي 8% فيما يبلغ إجمال الأصول تحت إدارته حاليا 3 تريليون ريال جاء ذلك وفق تقرير الصندوق السنوي للعام الماضي الذي أظهر تحقيق إنجازات متسارعة شملت مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور مواسم تمرنا عبر فعاليات تراثية وثقافية مصاحبة لأسواق التمر في جميع مناطق المملكة حيث تستهدف المجتمع المحلي والزوار والسياح المحليين والدوليين وذلك لتعزيز القيمة الاقتصادية والمكان الاجتماعي للتمور وترسيخ ارتباط التمر بالأرث الثقافي والاجتماعي في المملكة تستعد العلا لاستقبال النسخة جديدة من مهرجان سماء العلا الحدث الأبرز الذي يجمع بين سحر الطبيعة والسماء وعظمة التاريخ في قلب الواحة القديمة يعود المهرجان في نسخة الجديدة بوصفه جزءا من تقويم فعاليات لحظات العلا ليقدم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم وذلك من السادس والعشرين سبتمبر إلى السادس من أكتوبر أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مدونة الإبل ضمن منصة فلك اللغوية يأتي إطلاق هذه المدونة ضمن برامج المجمع المواكبة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 24 بعام الإبل اعتزازا بالقيمة الثقافية والحضارية للإبل وللتعريف بمكانتها في وجدان المجتمع السعودي وعلاقتها الراسخة بإنسان الجزيرة العربية عبر التاريخ في خبرنا الأخير حيث أعلنت لجنة المسابقات التابعة للإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم مواعيد مباريات الدور الثاني والثلاثين من كأس خادم الحرمين الشريفين التي تنطلق من يوم الثاني والعشرين وحتى الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل وتقرر أن يفتتح النصر المواجهات بملاقات الحزم من يوم الثالث والعشرين على أستاذ مدينة الملك عبدالله الرياضية في بوريدة في حين يستضيف الأهل فريق الجندل على أستاذ مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة تذكر بهم العنوين سمو ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء مملكة تايلند بمناسبة تعيينها نائب أمير منطقة مكة المكرمة يكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولي لحفظ القرآن الكريم غدا الأربعاء ووزارة الصحة تحتفل بجائزة وعي في موسمها السادس وصلنا إلى الختم تحية طيبة السلام عليكم